كبح التسلح النووي والحد من انتشاره يبدو هدفا أبعد مما كان عليه بعد تعليق العمل بمعاهدة نيوستارت التي تجمع أكبر قوتين نوويتين في العالم روسيا التي علقت مشاركتها بالمعاهدة نهاية الشهر الماضي على خلفية الحرب الجارية في أوكرانيا تقول إن إصرار الغرب على هزيمتها في أوكرانيا قد يحول دون تجديد المعاهدة برمتها عام 2026 أعقب ذلك إعلان الولايات المتحدة حجب بعض البيانات بشأن أسليحتها النووية عن روسيا وهي خطوة تؤكد موسكو أنها لا تغير موقفها من تعليق المعاهدة مراحل طويلة من الشد والجذب مرت بها المعاهدة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري مدفيدف عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011 وجار تمديدها عام 2021 لمدة خمس سنوات بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه وتعد هذه المعاهدة آخر عملية لمراقبة الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو وجاءت على إثر معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية عام 2002 أما أهميتها فتكمن في أنها تفرض حدا على كل من موسكو وواشنطن بنشر 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 من الصواريخ بعيدة المدى وقاذفات القنابل كحد أقصى تعليق المعاهدة لا يهدد فقط الحد من انتشار التسلح النووي لكنه يزيد خطر اندلاع مواجهة بين قوتين تملكان 90% من الرؤوس النووية الحربية في العالم رغم تأكيد موسكو وواشنطن أنهما يسعيان لتجنب حدوثها لميس السردي ترتي عربي ترجمة نانسي قنقر